نتواصل مع كل سادة المشاهدين خلوا كاميرا للشروق تتجول في ولايات السودان المختلفة لكن تسهبنا إلى ولاية الشمال كردوفان الحبيبة ونتابع هذا التقرير من هذه الولاية ونرجع من بعدها نستكمل هذا الصباح من استوديوهاتنا بالقرطوم تقع جنوب مدينة الأبيض على بعد بضع أميال بمحازات الأسوار والعروش الخضراء بدءا بمنطقة برنو والملبس وحتى البنجديد مروج مخضرة يانعة من أشجار المانجو والبرتقال والجوافة والعرديب تطفي على مظهر المنطقة شيئا من السحر الجمالي الأخاذ تميز المنطقة بأرض بكر صالحة لزراعة كل أنواع الفواكه تخترقها الخيران التي تضخ الحياة في الشتول والجداول فتنمو من دون نظام وتثمر في كل المواسم وصار في العرف الاجتماعي لدى مواطني الأبيض أنه لا يكتمل الاحتفاء بزوار كردفان ولا يصل الكرم معناه ولا تؤدي وفادة الضيوف رمزيتها إلا إذا تمت تحت الظلال الوارفة في حدائق البنجديد كان أهل الشان السياسي والفني والأدبي الذين يفدون إلى كردفان يضعون في أجندتهم زيارة البنجديد ونسيان تعقيدات الحياة ولو لحين واستثمار ساعات الزيارة في متعة الإبصار وراحة النفوس هنا داخل هذه الحديقة وتحديدا تحت هذه العريشة من أشجار المانجو كان يجلس شاعر الأغنية السودانية محمد عوض الكريم القرشي وهو صاحب مدرسة متفردة في ساحة الغناء السوداني وأجمل ما كتب ود القرشي كانت تتشكل سطوره الأولى في هذا المكان ولطالما جلس في حضرته عمالقة الغناء بالسودان في هذه الأرجاء الملهمة فتمخضت عن ذلك أغنيات شكلت وجدان المتلقي وصارت رقما مهما في خارطة الغناء السوداني ولأنها بقعة تاريخية يوجد بها ما يعرف بالمسن وهو موقع يقال إن الإمام محمد أحمد المهدي قام بسن السيوف والحراب به استعدادا لمعركة شيكان في العام 1883 وتتميز بأنها مورد مائي بفضل جريان الخيران الموسمية وقرب المياه السطحية أدى إلى انتشار الجناء ومزارع الخضر وبذلك طابت مسكنا للعديد من القبائل التي شكلت مجتمع المنطقة تنتج هذه الجناء مختلفة أنواع الفواكه من المانجو والجواف والبرتقال وكانت أسواق مدينة العبيض تعتمد بشكل مباشر على إنتاج البنجديد قبل بناء الطرق المعبدة التي يسرت وصول إنتاج مناطق أخرى إلى الأسواق فقل الاعتماد على إنتاج البنجديد من الفواكه ولكن إنتاجها من الخضروات ما زال ينافس في الأسواق إلى أن أصحاب الجناء والعاملين بها يشكون من غياب الإرشاد الزراعي والغابي وقلة الرعاية للأشجار واعتداء الرعاة على الجناء والمشكلة الأهم هي عمليات الري التي تتم بالوافرات للشتول وأحواض الخضر أما أشجار الفواكه فتعتمد على مياه الخيران الموسمية الوديان التي تجري في موسم الخريف وتسقي مساحات واسعة من المزارع والجناء تواصل مسيرتها لتصب في الخزانات والسدود التي تم حفرها في منطقة خوربقر وود البغة لتمد مدينة الأبيض بمياه الشرب وهي مصدر أساسي للمياه تعتمد عليه المدينة منذ أمد بعيد وما زال عطاؤه مستمرا وأنت في البنجديد لا بد لك من زيارة جنينة الحكومة التي يوجد بها سجن البنجديد والذي كان سببا في إعمار المنطقة حيث يخرج السجناء بعد قضاء العقوبة فيجدون في المنطقة طيب العيش ويستقر بهم المقام وبفضل ذلك صارت جنينة الحكومة معلما مهما بين الحدائق تضم بداخلها استراحة لاستقبال المسؤولين بالدولة في الماضي كانت توجد استراحة ومساكن نأرفية داخل هذه الجناء يقيم بها زوار البنجديد ولكن الأمور الآن تبدلت حقيقة بلدنا حلوة وجنين البنجديد بتورينا قدرسون نحن عندنا خيرات ممكن نستفيد منا في سودان الحبيب